مشاهدنا الكرام في كل مكان برحب بكم النهاردة في حلقة جديدة ومهمة جدا من حلقات برنامجنا ابن مصر النهاردة هنتكلم عن موضوع شغل الرأي العام او السوشيال ميديا الفترة الاخيرة والصدمة كانت تريند على تويتر امبارح كانت تريند رقم اثنين الموضوع ده موضوع 36 ألف مش 36 فرض 36 ألف أسرة و 36 ألف معلم للأسف الوزارة اللي حد دلوقتي مش عارفين هم مصيرهم ايه هل هم هيتعقدوا هل هم لا فاحنا عايزين نفع 36 ألف تخيلوا عايز اقول لحضراتكم يعني اكتر من ألف معلم امبارح بعكلي استغاسات على صفحة البرنامج برنامجنا ما ينفعش يسكت حاجة زي كده ما ينفعش يسكت عليها فلازم نوضح لازم نعرض وجبنا ضيفين من المعلمين عشان هم أكتر ناس فاهمين المشكلة وأكتر ناس هيعرضوا المشكلة وإن شاء الله نلاقي حال وخلوني في البداية أرحب طبعا بضيفي الأستاذ أحمد شعلان والأستاذ آماد حافظ أهلا بحضرتكم نورتكم في برنامج نائمنا ومصر أهلا بحضرتكم أستاذ أحمد أسألك وضح لنا مشكلة الستة وتلك بسم الله هو في بداية كلامي بس حابب وجه الشكر لسيادة وزير التربية والتعليم الدكتور طريق شاوئي على استعابه للموضوع بتاعنا أو قضيتنا وساعد صدره لأنه بيسمعنا ويوجد لنا برضو بيحاول على لد من يدر الدكتور شاوئي طريق شاوئي أنه يوجد لنا حل أو بند مالي عشان يرجعنا بإذن الله طبعا واجه برضو الشكر لسادي الدكتور ردح جازي لاب الوزير على الشقة والأعمال الكبيرة جدا 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 اللي بيعملها من أجل إظهار وتصبيت بمعنى أصحي كده وضع المعلم مادين واجتماعيا ورافق مستوى كفاءة المعلم وبرضو هذا بيبقى وجه الشكر لكل المعلمين القائمين على أعمال امتحانات السنوية العامة في الفترة دية والمجهود جبار جدا جدا مبزول من السادة المعلمين والمسؤولين في الفترة الحالية هنتكلم إن شاء الله عن 36 ألف معلم 36 ألف معلم أستواريد عن معاناة كبيرة جدا 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 فوق ما تتخيل تمام بداية الموضوع أو بداية الكصة بتاعتنا أو المعاناة بتاعتنا بدأت من شهر 2 شهر 2 2019 تمام لما وزارة ترغبت علي شهر 2 2019 نزلت إعلان إنها محتاجة 72 أو 70 ألف معلم تمام لوجود عكس شديد جدا في الوزارة تمام طبعا نزلت النشرة تحتها فندي في المدريات وتقريبا برضو نزل في بعض الجرات القومية كإعلان رسمي لمسابقة رسمية حكومية تمام بناء علي يا فندم إحنا تقدمنا للمسابقة تمام يا أستاذ فريد طب أسألك معلش شروط المسابقة كانت إيه 36 ألف الشروط يا فندم بالنسبة لأوراق بتاعتنا المطلوبة مننا أو الأوراق الأوراق يا فندم طبعا الجيش المؤهل أصل المؤهل الجيش التربوي شهادة صحية من المساعدة الحكومية كيد عائلي يا فندم بالدرجة الرابعة وده كانت عاقبة كبيرة جدا 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 أمام أغلب المتعاقدين لأن إحنا يا فندم حتى لما رحنا نحاوي نطلع كيد العائلي كان بعض الموظفين في السجيل اللي كانوا مستغربين جدا إزاي وزاعة ربعات تعليم تطلب نحضر لكم كيد عائل من درجة الرابعة ده كان فيه مش عايزة أقول كارسة كبيرة جدا يا فندم طب موجة التنظرك هما طلبوا الكيد العائلي أكيد الوزارة تطلب حاجة غير لما تكون عارفة لو يا فندم لو عشان الجانب الأمني فممكن يا فندم برقم القومي بتاعي هتعرف كل حاجة عن المدرسة هل ده مناسب أمنيا أو مش أمنيا تمام؟ تمام؟ ممكن يا فندم برقم القومي يغني عن الكيد العائلي طيب نكمل بقى ايه تاني أقول الكيد العائلي؟ الكيد العائلي الشهادة الصحية المؤهل تمام؟ لسانس أو بكالوليوز بجانب الشهادة التربوية طبعا أصل شهادة الميلاد وبعض الأوراق اللي هي الأساسية تمام؟ في التعيينات أو التعاقضات طيب لو سألت حضرتك بس كان الغريبة بس فريد برضو أن الوزارة في المسابقة ديت وكانت فريدة كان الأول من نوحها أن هي محتاجة في التقديم أو في التقديم الأصول الأوراق الأصول؟ تمام؟ حتى كان في علامة استفاهم كبيرة جدا مننا كمدرسين تمام؟ إحنا هلسه هنبدأ نقدم هل أنا هتقبل أو مش هتقبل؟ تمام؟ هل الشروط متوافقة معا أم لا مش متوافقة؟ تمام؟ فده كلف السيادة المدرسين اللي هم ستمائة ألف تمام؟ طبعا عدد كان ستمائة ألف اللي أقدم تمام؟ إزاي إيه ده؟ ستمائة ألف معلم قدموا على المسابقة ستة وتلاتين ألف مية وستين ألف تقدم لا الأولانية ستة وتلاتين أفن لا القادية اللي حتك أن فيها ستة وتلاتين ألف مدرس لها في شهر فبراير 2019 تمام قدم فيها 160 ألف كان الوزارة قالت ان احنا عايزين 70 ألف عايزين 70 ألف قدمه 160 ألف قدم 160 ألف دول اللي قدموا الورق بعد ما قدموا الورق اللي استوفى الشروط يعني كله قدم اللي استوفى الشروط وورقه جاهز كم واحد؟ 70 ألف 70 ألف تم تصفيت السبعين ألف لـ 36 لـ 48 ألف 48 ألف 48 ألف استوفى كل حاجة اختبار تخصص اختبار لغة كل شيء يخص المعلي الورق بتاعهم الحاجات اللي قالها لست أحمد كلها ورق اللي هي مصوغات التعيين مصوغات التعيين وطبعا لك انت تخيل المصوغات دي في توقيت معين في وقت معين كله بيهجم على المقارات عشان يطلع شهادة ميلاد يطلع قيد يطلع فيش يطلع كعب عمل أيا كان الورق اللي مطلوب تمام فده طبعا لما كان يعني كان فيه معاناة شديدة يعني في موضوع توضيب الورق بعد كده 48 ألف تم اختبارهم في قاعات التطوير التكنولوجي لوزارة التربية والتعليم كانت مسابقة نازية جدا من أنزه المسابقات في وزارة التربية والتعليم جميل ليه؟ لأنه هو اختبر مثلا على سبيل المثال اللي في المنطقة اللي في الشمال اختبره في الجنوب واللي في الجنوب اختبره في الشرق عشان خاطر ما يبقاش فيه أي حاجة للمحسوبية أو للوسط أنا في حد كانت واصل معايا كان من أسوان تقريبا تمام جاء القاهرة هنا لا 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 ده ده اختبار حاجة تانية نفسي ده اختبار يعني بعد كده إنما الكلام ده كان في بداية المسابقة الستة والتلاتين ألف تمام فتم اختبار الناس دي اختبار تخصص واختبار لغة تمام في قاعات التطوير التكنولوجي اللي تابع لوزارة التربية والتعليم ده بعد استفاء الشروط والأوراق تمام كده ده اللي حصل في موضوع المسابقة إنه هو بعد الكلام ده صفوهم على تمانية وربعين ألف التمانية وربعين ألف اللي توفر له ميزانية منهم ستة والتلاتين ألف ولذلك اللي توفر له ميزانية اللي توفر له ميزانية لأنهما أجابوا التمانية وربعين ألف مما أصلا كانوا عايزين حاجة وسبعين الوزارة كانت عايزة حاجة وسبعين فالتمانية وربعين ألف اللي كانوا مستوفيين قالهم في مفضلة في مفضلة سؤال بس ما عليش حضرتك الوزارة انت قلت كده الوزارة طلبة سبعين ألف صح كده يعني ايه الميزانية وضح للنقطة دي ما عليش يعني حضرتك حضرتك الوزارة لما دخل المجموعة اللي قدمت دي كلها المية وستين ألف صفوا على سبعين ألف بعد كده تمانية واربعين ألف استو في الشروط الكلام ده كله بتصريح رسمية تمام السبع واربعين ألف استو في الشروط اتعمل مفضلة ما بينهم مفضلة مفضلة علشان خطر ياخدوا منهم ياخدوا من السبع واربعين ألف أو من ستة واربعين ألف ستة أو تمانية أربعين ألف ستة وطرائن ألف ستة وطرائعون ناخذ مدخل من الأستاذ يا أسماء فضل ألو ستاي أسماء حضرك معانا قالوا ألو السلام عليكم ستاي أسماء عرفنا بنفسك لأول معلش أنا أسماء حامد من الشرقية تمام معلم متعافل مؤقت من ستة وطرارتين ألف تمام فضالي احنا بصراحة متضررين جدا من اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل؟ احنا عايزين نشوف حل عام يعني احنا دلوقتي اكتفل المصابقة بتاعت 30 ألف ايوه الشهرين اللي احنا عادناهم دول وعملنا اختبارات وروحنا وردينة يعني حضرتك شايفة ان الوزارة ظلمتكم؟ اه طبعا ظلمتكم تمام اه طبعا ظلمتنا يعني احنا دلوقتي لما نيجي انت حضرتك اصلا نكتاج ثاني للدراسة ليه دخلنا في مصابقة ثانية؟ مع دا كله برضو دخلنا المصابقة تمام استاذة اسماء لو سألت حضرتك لو في مكترح من حضرتك او حل للموضوع ده؟ طبعا لازم بإذن المولى الكريم ياخدنا يعني على الدراسة الجديدة ياخدنا على الدراسة الجديدة ومفروض يعمل لنا يعني ميزانية كويتة وعقد كويت لان كده كده كانوا بيقولوا انهم عايزين مليار وستمائة مليون دلوقتي الميزانية في الوزارة 20 مليار 20 مليار يبقى ايه بقى فين العكس في الميزانية تمام تمام طب شكرا جدا اسماء شكرا جدا حضرتك ممكن يا ساذ فريد اعلق برضو على الكلام السيد اسماء اعلنت وزارة المالية ان السنة المالية او المخصص المالي بالنسبة لوزارة طربية التعليم زات 20 مليار السانية دي ا traffني اه فادي ما عشرين ووا�대عون اه غشينuousتى نفanna اه ثانت IO فال الله جبت المصدرة او جبت الكلام من صفحة يا فادي من رأس الوزارة من صفحة الرسمية اه رأس الوزارة اه 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 خاندي Jeżeli then الميزانية زادت 200 مليار عن السنة الفاتے حتى يا فانديكم حتى لو اختلفنا في الرقن فميزانية التربية التعليم في كل حالات زادت اي ان كانت بقى زدة مليار اكثر من نف lavoro أو ناشد سيد رئيس عبدالفتاح السيس إنه هو يتدخل ويوجد لنا أي حل أو أي فرصة لعمل عقود جديدة لنا طبعاً عايز برضو أكمل كلامي بخصوص مسابقة الـ 36 إحنا وقفنا لغاية أن أعلنت الوزارة عن مسابقة بإعلان رسمي نزل في بعض القرارات القومية ونزل في المدريات نحن زي ما قال أستاذ زعامات 1601 قدم أو 400 حسب مصارقة للفاق العدد كان أكتر من 70 ألف وحد عشانين برضو ما نقولش الأعداد غلط أقدم أكتر من 70 ألف وحد للمسابقة تمام بنان على شروط الإعلان ما كانش موجود يا فندم في شروط الإعلان إن العقد غير قابل للتجديد إحنا اتفاجئنا ما كانش موجود في العقد ما كانش موجود يا فندم برضو معايا فندم صورة برضو من العقد تمام فضل ودي يا فندم صورة من الإعلان ده صورة من الإعلان أيوة ده صورة من العقد المؤقت بالظبط كده آه تمام يا فندم ودي يا فندم تمام كامل حدث كده تمام بالنسبة برضو هتطلح لك العقد بالنسبة لموضوع العقد فإحنا قدمنا للمسابقة بنان على الشروط اللي احنا شفناها يا فندم فين في الإعلان تمام لما أجينا نستلم بعد طبعا معاناة ومشاقة كبيرة جدا في استخلاص الأوراق تمام وبالأخص يعني كان عقد كبيرة جدا بالنسبة لنا هو موضوع القيد العقالي احنا صرفنا جيد جدا يا فندم في القيد العقالي نيه تصحي الأسماء أخطاء يا فندم كانت موجودة عندنا في بعض أسامي الجواز استأذن الإعداد يريدت يجهز لي المكلمة لأستوز محمد السلام طيب تفضل محضريني علي ألو Süd Mحمد السيد جمال محضريني السيد جمال معيش قال له حرق معي السلام عليكم عليكم السلام مين معي يا فندم يا سيد فريد السيد محمد سلام أهلا بحضرك يا فندم بارك فيك ربني أوصاك السلام عليكم على بيوفك الكرام الميوجينين معاك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد محمد وجهة نظرك في القضية 36 ألف 36 ألف؟ بالزبط لا لا 36 ألف 36 ألف دول مخضروش للمعايير الدولية زي 120 ألف 36 ضمن 120 تمام تمام ضمن 120 ألف ليه هو الوزير الأول لما عمل 36 كان مستعجل أيوة فضموهم دول بحيث غط بهم عايز شهرين تمام وصرفت لهم الوزارة تقريبا المرتب الشهرين كلهم حسب المناطق بتاعته سواء كم فتصريحة ومحارفين لديهم 1400 جنيه وفيين لديهم 2000 جنيه لا بعد كده طبعا حب الوزير يعمل مسابجة مسابجة خضعة لرأي جهاز المركز للتنظيم والإدارة وموفقة المالية تمام وتخضع للمعايير الدولية تمام يا فاند ده اللي هو تعمل المنزير طبعا بحيث يبقى فيه شهادات دولية في التخصص يبقى فيه شهادة ICDL بيبقى برضو عامل قيد عائلي علشان لو في الأسرة حد تبع الجماعات الإسلامية أبوهو تبع الإخوان أو حي زي كده وفي نفس الوقت كمان نخلها خادها للإختبار النفسي طب يا فاند معلش معلش أقطى حضرتك في نقطة بس لا تعمل طيب يعني هو فيه بند أو فيه عقد المفروض يبقى مع وزارة بشهرين يعني دي حاجة لها تعقد أصلا يعني إيه حضرتك تطلب مني أن أنا أجيب أوراق لسمية بأكتر من 3000 جنيه يعني وبعد كده تعيني شهرين وتقولي بعد إذنك تفضل بره ده معلم يعني أنت شايف النقط بي إزاي 36 محدث صرف 3000 في المسابقة التانية صرف أكتر من 3000 تمام لا حضرتك إحنا في صدد مشكلة معينة حاليا اللي هي 36 ألف إن شاء الله في حلقات تانية هنعرض موضوع المية وعشرين بإذن الله يا سيد الفاضل 36 ألف أيوة وخدبالك غطى بيها ولكن المسابقة غير خضعة غير خضعة للمعايير الدولية أنا النهاردة هخلي مدرس أنا مع حضرتك إن هي غير خضعة أوكي ماشي بس أنا بتكلم إن هم تعبوا إن هم من أبناء مصر إن هم صرفوا إنه إنت معي حضرتك إحنا لازم نقف جنبهم نشوف لهم حل وقد لهم الفرصة قال لهم اتفضلوا وقدموا في المسابقة بتاعت المية وعشرين والأولوية أيوة اللي هيخضع للمعايير والشهادات بتاعتهم الأولوية ليكم يعني حضرتك أنا الفلوس اللي أنا صرفتها أصرف قدها تاني لا 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 طب هو مش حبي يقول صرف يبقى نفس الأولاء اللي هو أقدمها أيوة بسها هي هي بس حيكمل عليها الشهادات الدولية زي الـ ICDL وزي التانات وزي الـ ITT السيد عماد عايزي يقول حاجة فضل السيد محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وبركاته أهل الإفرادة وستاذ محمد سلام إزاي حضرتك السيد عماد مؤترس ما تحقق أهلا بحضرتك منورنا في القناة والله بصوا السيد محمد إحنا بس عايزين نوضح نقطة لإن فيه واضح أن فيه لابس صغير كده عايزين نوضح رقم واحد رقم واحد مزارة التربوية التعليمي أعلنت عن مسابقة أعلنت عن مسابقة لسد العجز أخده ستة وتلاتين ألف مش هنخده في تفاصيل وفي عقول العقد اللو بداية ولو نهاية لم ينكر أحد هذا الأمر بالضبط خلاص يا فندم لم ينكر ولن ينكر أحد هذا الأمر العقد اللو بداية ونهاية ومحدش قال حاجة غير كده ولكن ولكن وزارة التربوية التعليمي أعلنت عن مسابقة تانية لسد العجز تمام يا فندم طيب المسابقة التانية تقدم ليه مين هو فيش حاجة اسمعها أصلاً من المائة وعشين ألف يا سويس محمد فيه لابسة هن فيش حاجة اسمعها المائة وعشرين ألف هي مائة وعشرين ألف إداري ومعلم وعمل آآ 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 ثانية واحدة بس ثانية remember معلش اسمح لي يا سوز محمد أنا اسمعت حضرتك كويس جدا ما عايز حضرتك تسمعني بس بريف خضى ريف عايز تولي آآ المائة وعشين ألف المائة وعشرين ألف دول من ضمنهم أصلاً الستة وثلاتين تمام تمام عايز اقول ليه بقى فانديم عايز اقول دلوقتي حضرتك دخلتني في مسابقة نازيها شفافة مسابقة فيها كل معايير الكفاءة شاهد بقى القاصي والداني شاهدت الوزير شاهد بيها الدولة كلها شاهدت بيها دخلتني في ستة وتلاتين الف واشتغلت شهرين الشهرين دول اثبتت كفاءة ورقبت امتحانات وعلمت امتحانات يا سيد الفاضل ان كنت انا لا اصلح لهذا الامر من البداية يبقى حضرتك عربت ولادنا للخطر اما ازا كنت اصلح فانا كده ليه احقيا ان يكون معاك ده رقم واحد رقم اتنين انا بقول لحضرتك مسابقة المية وعشرين الف او هي المسابقة اللي احنا هناخد مية وعشرين الف كل انسان قدم في الدولة على وظيفة له حق انه ياخده كل انسان يستحق انه هو وظيفة طالما هو كف واهل لهذا الامر يستحق انه هو ياخد الوظيفة دي يا سيد محمد طيب احنا بنقول البلد البلد دلوقتي ظروفنا الظروف المالية ما تسمحش وبنقول ان الوضع الحالي في الوزارة لا يسمح طيب هل اختلف سيد الوزير طاري شوي اتفضل اسم محمد رد على نقطة اول نقطة اول نقطة هو الوزير ما قالش لا الستة وتلاتين هي المسابقة اسمها المية وعشرين لا يا اسم محمد اتكلم في نقطة اتكلم في نقطة الستة وتلاتين اللي هم اخدوا شهرين والوزارة يطلوهم كده خلاص حضرك معايا شهر اتنين يا فندم الفين وتسعتاشر شهر فبراع الفين وتسعتاشر كان موجود فيها يا فندم الدكتور محمد عمر نابي الوزير اه هم نتكلم يا فندم على المسابقة كانت موجودها في قاعد الدكتور محمد عمر نابي الوزير ما قلت نعم في قاعد الدكتور محمد عمر هم نتكلم على الاولى يا فندم على الاول مسابقة يا فندم طب سيد محمد استاذنا في رد بخصوص في رد بخصوص الستة وتلاتين سواني يا فندم أنا معاكم انتو مش مع الوزارة أنا معاكم انتو ولكن احنا بنتكلم كلام واقعي ايوا تفضل تمام ايه هو الواقعي الواقعي الوزير بعد الشهرين ايوا قال انا هاخد مية وعشرين الف معلم واداري وعامل تمام والاولوية للستة وتلاتين ايوا ويستكمل طبقا للمعايير والشهادات يعني انت شايف من رأيك يا فندم الستة وتلاتين يقدموا ويرجعوا يقدموا عالبابة الاكترونية ايوا وبعد كده هو خلال يداد المركز للتنظيم اليدارة مفيش حل تاني يرضي الستة وتلاتين غير الضغابة الاكترونية عشان هما اصلا دون مدرسين ونزلوا ومرسوا المهنة يا فندم تعبوا ونزلوا المدارس يعني حد عندك قاعدة بيانات لي حد دفع وحد انت وفقت عليه وحد يا فندم شال يا فندم شال البلد في الظروف السنائية يا فندم احنا سبنا شغلنا يا استاذ محمد سبنا شغلنا واماكننا يا فندم في نهاية الترمي الاول تمام ونزلنا شغلنا تمام في المدارس الحكمية في الظل كان في قوة عبز يا فندم مدارس يا فندم كانت فاضي من المدارسين كل سنة يا فندم في ايوة يا فندم يعني احنا يا فندم سبنا شغلنا وسبنا مرتباتنا واعملنا يا فندم عشان نقض جنب البلد في الظروف السنائية يا بنا بالضبط صح يا فندم هل ده يا فندم يكون المقابل هل ده يكون المقابل يا فندم يتم تشريدنا تمام ونبقى عطلين او ننضم ليه اللي هما العطلين يا فندم النقطة دي اسم محمد فضل مع الوزير ولا مع الوزارة انا معاكم انتو تمام وضواضح يا فندم انا معاكم انتو مش مع الوزير ولا الوزارة ولكن ولكن يا استاذي تمام انا ابني بسيبه عندك امانة هو الراجل وزير ما اخطأش اه ولا جاب حد مكانك تمام تمام ولا انت نجحت وقال لك لا تمام هو قال الاولوية للستة وتلاتين ولكن يخضعوا للمعايير الدولية والحاجات اللي ما تعملتش الأول علشان كنت مستعجل وخد رأيه الجهاز المركز على المسابعة المية وعشرين كما حضرتك يا فندم انت في ستة وتلاتين مش عملت مسابعة ووفقت عليه ونزل المدرسة مش فاهم وتعامل مع الطلاب هو نزلوا مدرسة ماشي انا معاك نزلوا مدرسة طيب لكن خليك معاي كم واحد قدم شهادة اي سي دي ايل او تنال او تب كم في ستة وتلاتين كم واحد انا عايز اقولي الكلام ده حضرتك عشان بس قالت معاك از محمد سيد محمد نعم هل تعلم من ستة وتلاتين الف محرج سي دونال اكسرهم اكسرهم حاصلوا على شهادات الكفاءة الدولية اللي هي المعريب من اولي الناس الاي سي دي ايل والتنال والاي تب هل تعلم زلك انا اعلمания عندي مركز تدريب جيد ممتاز عندك مركز آي تب يا سيد محمد عندك مركز آي تب وتنال نعم عندك مركز آي تب وتنال بتختبر فيه عندي مركز اي تب. ممتاز. ممتاز. طيب. استمع استمع استوز محمد. تاكمل وعندي بعد كده. تمام. حضرتك اه انا عايز اقول لحضرتك حاجة عشان لسه وقت البرنامج. عشان انا ما اتكلمش. اه. استوز محمد حضرتك وكلكم انا بس فيه التعليق. حضرتك بتقول انت معنا مش مع الوزير او مع الوزارة. انا معكم. طيب. احنا احنا على فكرة. يا شهادة استوز محمد. انا وصلت معك قبل البرنامج. اه. وهو معكم قلبا وقاليا. طب ايه رأيك يا استوز محمد ان احنا اصلا ان احنا اصلا ان احنا اصلا. احنا وضح نقطة بس. ايه رأيك يا استوز محمد ان احنا اصلا مع الوزارة. احنا اصلا مع الوزارة. احنا 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 ونقدر نصل على حقنا طيب السيد محمد الخط قطع طيب بس تعضيحا للأمر عشان بس نبقين نبقى قولنا بقى اللي احنا جينا عشانه في قضية في قضية في وزارة التربية والتعليم للمتعقدين ناس اتعقدت دخلت درست لها حق ان هي ترجع فصولها لها حق انها ترجع مدرسة الناس دي تعبت الناس دي قدمت كل غالي ونفيس الناس دي كف شغله وثبيته اخر كلمة عشان هنختم هنختم ايه؟ الفقر الفقر الحلقة كلها؟ ان شاء الله تفضل تفضل لسه بس تفضل طيب هو اللي عايزين نقوله بس حضرتك احنا لم تكلمش في المجادة احنا مع الدولة احنا بنقول لو المشكلة الوزير لم يختلف كله قال ان احنا لنا حق ان احنا نرجع مدرسنا وان في عجز طيب احنا اختلافنا في ايه؟ الوزارة في عجز واحنا محتاجين الشغل طيب ما الوزارة فيها عجز وان احنا محتاجين الشغل الوزارة فيها عجز يا فندم 320 الف السنة اللي فاتت ممكن يجبه 400 دلوقتي دول 36 الف لا انا مكلمش على 36 الف بس ده احنا 36 الف يرجعوا فصولهم يرجعوا مدرسهم وكمل دول ما يجوش 10% من القيمة اللي فالعجز وكمل بقى من كل اللي قدم على البوابة ولكن ما تدخلنيش بمصوغات تعين تانية في البوابة يعني انا قدمتلك مصوغات تعيني انت اتحرت عليه امنيا انت حضرتك اختبرتني فنيا حضرتك انا درست عملت مع طلبة يعني حياة بتطلب من الوزارة المدرسين 36 يرجعوا من غير البوابة الكترينية بعقد ويجدد انا من ناحية المضمون المالي المضمون المالي المشكلة كانت فينا يا سيد فريد المشكلة من الوزارة ان ما فيش سيولة مالية عشان خطر ندخلكم طيب ايه المشكلة ان احنا يشيل مع بلات بلات طيب ما نقول لحضرتك ناخد بس عشان نخطف اخر كلمة من حضرتك انا طبعا بقى ايدي كلام استاذ الزعماد تمام في الاولوية والافضلية والاحقية لل36 في عقود جديدة تمام لصد العجز تمام لصد العجز في التربوات التعليمية ويعندك تروح اخير برضو يا استاذ فريد وستاذ الزعماد مفيش مشكلة احنا موافقين ال36 انا بتكلم باسم ال36 من اسكندرية فندي من اسوان تمام احنا مجنش مشكلة مستقدين يا فندي منكمل اوراقنا تمام والمعايير الدولية بعد ما تعملين عقود اامل معنا يا فندي من عقود ل36 منفصلة لوحدنا تمام ولزمنا اثناء الدراسة او اثناء عملنا جوة الوزارة لو سمحت يا استاذ احمد قدامك سنة كاملة بيجيبلي اس دي ال تنال كذا وكذا وكذا تمام تمام لو مشكلتنا يا فندي لو مشكلتنا يا فندي من 36000 معاليم يا فندي الاوراق او المعايير الدولية او الشهادات الدولية في احنا يا فندي هنعملها وهنكتزى بإذن الله وكلنا يا فندي مقرأ بعد ما نمدى عقدي يا فندي بعد ما نمدى عقدي تمام ممكن يا فندي نكمل اوراقنا ونلتزم بكل الشروط ونعمل كل حدا مطلبوه مننا ورقم يصوص فريد الرقم المالي احنا بنقول او نشيل مع الوزارة نشيل مع الوزارة يا فندي سوان يا استاذ احمد بعقد يحفظ كرامة المعلم بمعنى ان انت حضرتك كمعلم ما تطلعنيش ماشي وديني الرقم الديني الرقم اللي هو يعني ادامي بس يعيشني بس يعيشني بس وجهة نظر حضرتكم نشيل معاكم وبعد كده بعمل انت حاجز وصلنا لنهاية الفقرة باشكر حضرتكم جدا وباشكر حضرتكم مشاهداني الكرام لمتابعتكم لينا ويا ريت الستة وتلاتين اللي بيتفرجوا علي يعرفوا انه مش الفقرة دي وخلاص احنا ان شاء الله سلسلة زي ما عادتوكم سلسلة حلقات لموضوعكم وان شاء الله مش هنخلص السلسلة دي غير لما نصل لحل بازن الله فاصل وبعد فاصل الفقرة التانية الفقرة الطبية مع زملتي مهة وزملتي ايمان فاصل ما تروحوش بعيد